اشتركوا في القناة مختص في القضايا الجنائية وبغطي قضايا الجريمة والعنف المجتمع العربي بشكل خاص شعور العام في تغطية الأخبار وخاصة الأخبار الجريمة في نوع من القلق نوع من الخوف ونوع من التردد احنا الصحفيين العرب في المجتمع العربي مكشوفين مش محميين ومعرضين لأي تهديد ولأي ضرر سواء كان ذلك ضرر نفسي أو ضرر جسدي بعد أن أنا تعرضي للتهديدات بشكل خاص أكثر من مرة بعد ما تعرض زميلي وصديقي حسن شعلان لإطلاق نار على بيته ولوضع عبو ناسفي في بيته بعد ما قتل زميلنا وصديقنا نضالة غبرية هنا إحنا يعني أيقلنا أنه في مين يحارب الكلمة في مين يريد أنه يطفي هاي الكلمة وفي مين بده أن المجتمع العربي يضل غارك في الجريمة القصة هي قصة مجتمع توفرت لإله كل مقومات الجريمة لأجل السيطرة عليه سياسيا ولأجل تفتيت هويته القومية هدف إسرائيل أولا أنه تسيطر على المجتمع العربي تخلق فيه صراعات دموية داخلية لأجل لا يتطور سياسيا ولأجل تفتيت هويته القومية العربية لأجل خلق هذه الصراعات المجتمع العربي بيكون ملته فقط في الصراعات الدموية وفي الجريمة وفي العنف كل المؤشرات التي تم فحصها بتقول أنه في سنة الألفين بدأت الجريمة تنتشر بشكل مكثف في المجتمع العربي في سنة الألفين كانت الانتفاض الثاني وقتها المجتمع العربي التحم مع أهل الضفة ومع غزة وهنا شكلت ضوء أحمر لدى القوى الأمنية الإسرائيلية اللي قالت أنه هذا الشعب بشكل خطر على القومية الإسرائيلية في وقتها من وقتها بدأنا نلاحظ انتشار السلاح بشكل مكثفة وشكل مضاعف مكومات الجريمة الأخرى من عدم ردع المجرمين من إعطاء ضوء أخضر للمجرمين لتجار السلاح لتجار السموم ومن القتل أيضا يعني نتحدث عن فك لغز جرائم القتل في المجتمع العربي منخفضة جدا من سنة الألفين نتحدث عن معدل 20% فك لغز الجرائم بالمقابل في المجتمع اليهودي الإسرائيلي نتحدث عن 80% معدل فك لغز الجرائم مع أنه نتحدث عن نفس الشرطة وعن نفس الوسائل ونفس الأدوات الجريمة والعنف اليوم موجودة في تقريبا في كل بيت في كل حي في كل زقاق في المجتمع العربي غالبية المجتمع العربي أصابطوا هذه الجريمة إطلاق نار بشكل يومي جرائم خفيفة مثل الجرائم اللي إحنا اليوم بطلنا نعير لها اهتمام لأنها أصبحت من الروتين وهذا خطير جدا جرائم إطلاق الرصاص على بيوت لها لا تسجل جرائم إطلاق النار على سيارات إضرام النار بمركبات تهديدات ابتزاز وأيضا تجارة المخدرات وتجارة السلاح وأيضا ما يسمى بألخاوة الجريمة المنظمة بتأثر علينا في المجتمع العربي تقريبا بشكل يومي بتأثر على المواطن بدون ما يكون المواطن أي دراية عن هاي التأثير على سبيل المثال كيف المنظمات الإجرامية بتسيطر على السلطات المحلية أو على جزء من السلطات المحلية ومن خلال السيطرة على السلطات المحلية هي بتصير على المناقصات اللي داخل السلطات المحلية تقديرات كبيرة ومختلفة جداً الشرطة تقول هناك عشرات الألاف الأمن يقول هناك تقريباً 300 ألف كتعة سلاح و250 ألف كتعة سلاح في المجتمع العربي ولكن حسب التقديرات الأخيرة يعني هناك 50 ألف كتعة سلاح بس إذا تحدثنا عن 50 ألف كتعة سلاح 50 ألف كتعة سلاح هذه مش موجودة عند السلطة الفلسطينية فكيف لدولة مثل إسرائيل تعتبر المواطن العربي اللي هو عدو لإلها المجتمع العربي مجتمع عدو مجتمع معادي يمتلك 50 ألف كتعة سلاح على بعد أمطار قليلة عن البلدات اليهودية لطالما هذا السلاح يقتل العربي ولطالما هذا السلاح يطلق تجاه صدور المجتمع العربي والمواطنين العرب ولطالما هذا السلاح موجود في المجتمع العربي فهو لا يهم لا المخابرات ولا السلطات الأسرائيلية ولا الحكومات الإسرائيلية ولا الشرطة عندنا عدة مصادر ولكن المصدر الكبير اللي موجود لسلاح في المجتمع العربي هو من الجيش أو معسكرات الجيش أو من مصانع السلاح أو حتى من قوات الأمن قبل أربع سنين كان اجتماع في الكنيسة كان وزير الأمن وقتها قلعاد إردان كان بشكل واضح وصريح سبعين بالمئة من السلاح اللي موجود شمال إسرائيل هو سلاح من الجيش الإسرائيلي كيف يمكن تهريب عشرات كتاع السلاح ومع ذلك حتى لو كان هناك متورطين من الجنود اللي بيهربوا السلاح يعني الأحكام ضئيلة وهزيلة جداً بتكون لدي ضدهم الحكومات الإسرائيلية دائماً تعاملت مع المجتمع العربي بعقليتها الأمنية إن المجتمع العربي هو معادي إذا نتعامل معاه بإيد من حديد بنكثف عنده الشرطة بندخله الشباك والمخابرات لا يتعملون معنا بالمصادر العمق لا يتعملون من قضية الجريمة مسبباتها هي الفقر هي البطالة وعدم توفر الأراضي وقضايا المسكن وأيضاً قضايا التعليم والتربية التي همشت من سنين على ظهر سنين اليوم المجتمع العربي أصبح واعياً أنه قضية الجريمة هي قضية سياسية أصبح المجتمع العربي يعرف أن الشرطة والحكومة والمخابرات وكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي جزء من المشكلة وليست من الحل ترجمة نانسي قنقر